وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مراحل تطوير النظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان وبالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنبغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقطرته للتقدم جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفي اجتماع آخر بحضور وزيري الكهرباء وقطاع الأعمال وجه الرئيس السيسي بتعديد الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم وذلك لدورها الحيوي في عمليات التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ردح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم وقد وجه السيد الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان مع زيادة الاهتمام بتحسين أليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمسابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهبين والنبغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم وقد وجه السيد الرئيس كذلك بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسية للعملية التعليمية مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أهل مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمدري المدارس من شباب المعلمين كما وجه السيد الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في السانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم استعرد المحاورة الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في مصر والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في هذا الإطار والتي تشمل نظام التعليم المطور والمعلمين والتعليم الفني وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة ومشروع مدارس مصر المتميزة وكذلك مدارس النيل والمدارس اليابانية إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات خاصة ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية كما عرض الدكتور رضا حجازي في هذا الصدد برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين وأليات قياس أدائهم إلى جانب ضوابة انتقاء الكفاءات في التعينات الجديدة فضلا عن برنامج أنا المعلم الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم الاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم كما اطلع السيد الرئيس على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني وذلك بهدف تحويل المناهج الدراسية به لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات السوق العمل بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك جهود تطوير نظام امتحانات أبنائنا بالخارج الاجتماع شهد أيضا عرض الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم فضلا عن اكتشاف الموهبين في جميع المجالات كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندسة محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام الاجتماع تناول استراد جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم في مصر وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية السقيلة وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتصويق معدن الألمونيوم وخامته فضلاً عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة وكذا احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد كما وجه السيد الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية ترجمة نانسي قنقر